السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم أعزائي الكرام عزيزيات الكريمات في فيديو جديد على قناتكم تربويات مالوستاد محمد البخاري دائما في إطار فروض المراقبة المستمرة المرحلة الأولى الدورة الأولى المستوى السادس ابتدائي الموسم الدرسي 2022-2023 اليوم إن شاء الله وصلت معكم المكون تعبير الكتابي في مادة اللغة العربية المستوى السادس ابتدائي درت معكم الشكل وكذلك فهم المقرؤ في فيديو فيديو الثاني درت معكم الصرف والتحويل في فيديو الثالث درت معكم التراكيب والفيديو الرابع درت معكم الإملاء واليوم إن شاء الله غد ندير معكم مكون التعبير الكتابي إذن مكون التعبير الكتابي حتى هو عليه عشر ديال النقاط إذن الموضوع هو بلغك مرض أحد أصدقائك المقربين إذن واحد من أصدقاء المقربين ديالك قالوا لك بأنه مريض نعم اكتب رسالة إليه تسأله فيها عن أحواله إذن غدكتب واحد الرسالة إليه إلى هذا الصديق ديالك اللي هو مريض تسأله عن أحواله وتتمنى له الشفاء العاجلة نعم إذن هنا غد نكتب رسالة شخصية الدرس اللي قريته في التعبير الكتابي في هذه الوحدة هو كيفية كتابة رسالة شخصية ونحن نعرف بأنه هذا الرسالة الشخصية فيها عناصر سنحترموها من بينها البسملة في البداية المرسل وعنوانه وتاريخ الإرسال المرسل إليه السلام والتحية الموضوع التعبير عن المشاعر الرقيقة التعبير الختامي ثم السلام ثم أخيرا التوقع إذن نبدأ أولا قلنا سنبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تلبس ملا هنا غد نضيرب من يعني اسم المرسل من مثلا اسم المرسل نضиров اسم المرسل اسم المرسل سننا نكتب اسم يديه ليám محمد نعم اسم المرسل عنوان المرسل كذلك العنوان العنوان نعم وهنا في هذه الجهة سأكتب مكان المكان والتاريخ مثلا سأكتب مثلا وزان مدينة وزان مثلا التاريخ تاريخ اليوم مثلا الثامن من شهر نومبر 2022 مثلا هو المكان والتاريخ ثم العنوان مثلا مثلا وزان فقط اقترح هذا ليس عنواني وزان حي الدار يعني رقم دار رقم سبعة مثلا هذا هو عنوان عنوان المرسل مش المرسل إليه المرسل هنا اسم المرسل من عنوانه ثم أندوز إلى إلى يعني المرسل إليه المرسل إليه إليه ندر مثلا اسمه مثلا صديقي مثلا أيمان اسمه أيمان ندوزوا دبان صلب الموضوع دبان درنا البسمالة في البداية المرسل عنوانه وتاريخ الإرسال إذن تاريخ الإرسال هو هذا ثم مرسل إليه دبان ندر السلام والتحية إذن ندر السلام عليكم عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نعم أقدم لك أقدم لك خالص التحية والأشواق لرؤيتك لرؤيتك والسؤال عن صحتك عن صحتك الغالي متمنيا من العلي متمنيا من العلي القدير أن يكتب أن يكتب لك الشفاء العاجل وصلنا لقد تأثرت تأثرت كثيرا عندما علمت بمرضك بمرضك وحزنت على ما أصابك من آلام ومتائب بسبب المرض المفاجئ فلا تيأس من رحمة الله فإن رحمة فإن رحمة واسعة فإن رحمة واسعة ثم جميع الأهل للأهل كامل أهل والأصدقاء يدعون لك بالشفاء صديق الغالي سأزورك قريبا لكي أطمئن عليك وعلى صحتك صديقي الحبيب في نهاية رسالتي أقدم هذه الكلمات مع خالصي الحب والتقدير والمحبة وتحياتي لك وللأسرة الكريم ودعواتي ودعواتي لك بالصحة والعافية ويحفظك الله الله من كل شر وأسمع عنك قريبا إن شاء الله كل خير مع مع متمنياتي لك بالشفاء العاجل والسلام سأكتب صديقك مثلا محمد سأكتب اسمي المرسل أو المرسل المرسل إذن هذه هي الرسالة الشخصية اللي ممكن يرسلها وحد الصديق الوحد الصديق دياله اللي هو مريض هنا احترمنا فيها العناصر يعني البسملة في البداية ثم المرسل وعنوانه وتاريخ الإرسال المرسل إليه السلام والتحية ثم الموضوع ثم التعبير عن المشاعر الرقيقة ثم التعبير الختم والسلام والتوقيع صديقك محمد يعني المرسل إذن كنتم معكم من الأستاذ محمد بخاري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته